أهلا بحضراتكم وطيرة الأحداث في بريطانيا بتتسارع والأوضاع بتزداد تعقيدا وسوءا والغضب في الشارع البريطاني أيضا بيتزايد بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان أعلنت استقالتها من منصبها وفق ما نشرت وسائل إعلام بريطانية وبيواصل نواب حزب المحافظين البريطاني محاولتهم للإطاحة بليستراس رئيسة الوزراء وسط الغضب من تراجع معدلات الاقتراع والتهديد بحدوث كارثة اقتصادية فيما يتعلق بالإنفاق العام على الرغم من مطالباتهم لوزير الخزانة الجديد جيريمي هانت بالتوحد خلفها من أجل الاقتصاد أما عن ماذا يحدث في بريطانيا فقد سجلت أسعار الغذاء في بريطانيا خلال شهر سبتمبر الماضي أعلى مستويات ارتفاعها منذ 40 عام وكشفت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاء المركزي أن متوسط سعر سلة الغذاء القياسية للبريطانيين ارتفع بنسبة 14.6% خلال شهر سبتمبر الماضي في أسرع معدل ارتفاع لي منذ عام 1980 وأرجع مكتب الإحصاء المركزي في لندن هذا الارتفاع إلى ارتفاعات حدة في أسعار البرود الأساسية التي تتكون منها سلة غذاء البريطانيين وفي مقدمتها اللحوم والبيض والخليب والخبز كانت قد ارتفعت في سبتمبر الماضي بنسبة 10.1% وهو المستوى السعري الأعلى الذي تم رصده منذ عام 1982 خلينا أقول لحضراتكم كمان أن في شهر سبتمبر الماضي زادت أسعار الخدمات العامة والمواصلات في بريطانيا وده أدى إلى تفاقم من مشكلة غلاء المعيشة للبريطانيين وبحسب البيانات الرسمية الحكومية الصادرة قفصت تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 10.9% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأسعارها المسجلة خلال شهر قبل تلك الفترة كمان الحال بالنسبة لأسعار الأساس والسلع المعمرة اللي ارتفعت بنسبة 10.8% والملابس كمان ارتفعت أسعارها بنسبة بلغة 8.4% وإيجارات المساكن اللي كانت زيادتها بنسبة 9.3% وده كله نتيجة ارتفاع أسعار غاز التدفئة محللون اقتصاديون اتكلموا عن تلك الأسباب أو تلك التدعيات القطيرة لارتفاعات الأسعار وقالوا أن الأسواق البريطانية زي غيرها من الأسواق الأوروبية بتشهد ارتفاع نتيجة لتدعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على إمدادات الطاقة في العالم كله زي الغاز الطبيعي وغاز الطهو والزيوت الغزائية في وقت لم يتعافى فيه الاقتصاد العالمي وصورة تامة منذ تعدعيات الإغلاق طبعا والشلال التام الخاص بجائحة كوفيد 19 لسبب هذه الأوضاع بيتوقع خبراء بنك بريطانيا المركزي بانك أوف انجلاند قيام إدارته بزيادة أسعار الفائدة المصرفية في محاولة منهم لاحتواء التدخم المتسارع في الأسواق البريطانية والعودة به لمستواء السابق وهو 2% وأقر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن معدل التدخم خلال شهر سبتمبر الماضي واللي بلغ 10.1% مثير للقلق لكنه أكد أن دعم أسعار الطاقة اللي بتقدمه الحكومة هيساعد في خفض التدخم بشكل عام الوزير كمان قال في تصريح لهية الإزاع البريطانية أن هذا المعدل يقع في النطاقة الذي كانت تتوقعه الحكومة لكن الحكومة بتسعى إلى اتخاذ إجراءاتها من شأن يعني كبح بعض هذا التدخم مثل ضمان أسعار الطاقة ولفت كمان الوزير البريطاني إلى أن العوامل العالمية زي لعبت دور في ارتفاع التدخم وقدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وكان دوت لتأثير سلبي على الأسعار صحيفة الجاردين البريطانية صلتت الضوء على الأزمة الاقتصادية في بريطانيا كلال تقرير لها أشار إلى أن ملايين من الشعب البريطاني بيعيشوا حياة الفقر بسبب أزمة الغذاء الحد اللي يعني بتعاني منها العديد من دول العالم وده على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا وقالت الصحيفة بدأ ملايين الأسر في بريطانيا في ترشيد حياتهم ووجباتهم وأصبحوا بيتناولوا عدد أقل من الوجبات اليومية في الوقت اللي بتشهد فيه الأزمة الاقتصادية في البلاد يعني التفاقم غير مسبوق وبتشير بيانات مؤسسة الطعام الخيرية في بريطانيا إلى أن الملايين من الشعب البريطاني دفعتهم الظروف القاسية خلال الشهور الماضية إلى البقاء طوال اليوم بدون طعام وده ترشيدا للنفقات بعد ارتفاع تكلفة المعيشة على نحو غير مسبوق لم تشهده بريطانيا حتى خلال الأزمة التي نتجت عن جائحة كورونا دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بتعقد وسوق الأحوال الاقتصادية في بريطانيا بشكركم على الحسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابعة